السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري لبس عليكم نتمنى تكونوا في افضل حال يا ربي بغيت نشكركم ونشكر قاعد الناس اللي كيشجعوني كنشكركم بزاف 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 وكنووجه لكم تحياتي اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد العجل مورق كيجي ساهل وبسيط بالنسبة لناس اللي عندهم تخوف من العجل المورق يتفرجوا ان شاء الله في هاد الفيديو يعني كمية كثيرة كتوجد في تقريبا 15 دقيقة وساهل ضغية يوجد ما فيه لالوية لدي رفت اللاجة بقوا معايا وتشوفوا الطريقة والمقادر نبدو على بركتي الله في استعراض المقادر عندنا 500 جرام الفورس من الافضل يكون نوعية جيدة دقيق الابيض وعندنا اثلاثة المعالقة مقبار ديال السانيدة ومعالقة كبيرة ديال خميرة الخبز وعندنا بيضة كاملة وعندنا سكر فانيليا وعندنا خمارة وعندنا هني عمرت المدافي وغادي نعبر لكم بالكاس ديال العنبة باش تعرفونيش حل استعمل ديال الماء وعندنا رشة ملح سوف نجيبه اما قصرية او لا شي زلافة كبيرة فين غادي نخلطه كل واحد يجيب الحاجة اللي كي يرتاح فيها انا انا اخذيت هاد زلافة سوف نغرب الطحي اللي عندي خمسمية جرام سوف ندير واحد رشة ملح ومعالقة كبيرة ديال خميرة الخبز وثلاثة المعالقة ديال السانيدة او سكر حبيبات وسكر فانيليا وخمارة كل شي جميع العناصر كنديروهم في خطرة واحدة سوف نخلطو هاد المكونات سوف نخلطو هاد المكونات احنا هي عبرت كاس ديال العنبة سوف يدرنا ديك البيضة اللي عندنا وغمضو نضيفو على المكونات كيف ما كتلاحظو سوف نبدو نعجنو العجين ديالنا خاصة تكون ما خفيفة ما قاسحة هي تكون ما يلق صوحية تقريبا نضيف الماء شوية بشوية نضيف الماء نضيف الماء نهائيا سفحي الجمعات لي بالنسبة للماء قدتني كاس ونص كاس ديال العنبة ونصف ماء دافي نضيف الماء نضيف الماء هكذا سفحي هنا نضيف الماء نضيف الماء كيف لا تلاحظ بسحة ما كانوشي قاطرات دي المحي تخصني ما نضيفش لالما نهائيا ها هو كيف ما كتلاحظو وردكم الكاس بانا بقى شتت لنا العجين كاس وننص سوف ندي لوحد ليكا خفيفة ونجمعها هاد المرحلة را ما كتشفوش تقريبا خمسة دقيق سوف نجمعه وندي رفت بلاستيكا وندي رفت لاجة وحد خمسة دقيق بما نضيفت سطح العمل ونخرجها نخدم بها من بعد ما دازت تقريبا خمسة دقيق سوفيك نحيدها من تلاجة كناخد الفورس الصراحة فاشت فاشت جمعه العجين دارو وردلكوا باش ديكم مرتبه في الخدمة لما قد شدلكها ممكن تستعملوا العجانة انا فاش كندير كيلو ديال دقيق كنستعمل العجانة نص كيلو كنتقلب عليه كنحاول ندلكوا عير بايد ديال سوف نحاولو نصرحو العجين مزيان على شكل مستطيل كيف ما كتلاحظو نصرحوها مزيان حتى نخليه السمك دياله تقريبا نص سنتين طيب نصرحوها كيف ما كتلاحظو ها هي كيف شولت هنا يا انا كيف وريتكم في الفيديو السابق انا كنستعملي التوريق زبدة اطلس رخيصة وزوينا كتباها يعني خمسمائة جرام كيف كتقط لكم بثمانية درام بدو تستعملوها لبنات صراحة زوينا انا كتعجبني في التوريق خصوصا كتتخرج العجين مورق وكن نحكوها في الحكاكة الرقيقة صراحة هالطريقة ورتها لي صاحبتي صارة اللي كنسلم عليها بزاف 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 صاحبتي الحادقة كعصحابتي سبارك الله حادقين الله يحجبهم والله يخلي لهم صحيحتهم هي اللي ورتنا هالطريقة الصراحة نفعتنا بها بزاف 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 وان شاء الله مني غدين تجربوا هالطريقة غدون لي المعتمدة عندكم صافي كنحكو دك ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة بالنسبة لنص كيلو ديال الضبدة كنستعملو ميتين وخمسين جرام ديال زبدة التوريق هنا هي حكيت النص ديال ديك الباكية ديك الباكية فيها خمسمائة جرام حكيت النص ديالها هاكذا كنحكو كيف ما كتلاحظو را هالفيديو يعني شارح نفسه كنحكوها وكنخليوه جناب ما فيهمش باش نحاولو نجمعوها سوفو نسدوها دوك الملاقية ديالة العاجين ونضغطو عليها كاكب يدينا انتو ما غادي نشوفو صافي را تقريبا هنا را العاجين وجد يعني كنخسرو عير الوقت الوقت فيش نسرحوها فقط هو اللي كان هو اللي كان فيه شوية ديالوقت اما من بعد صافي عير كنحكوها صافيو كنجمعوها انتو ما غا تلاحظو سوفي نجيب طرف عند الاخر سوفي نحاول نقادل جوانب سوفي احنا قرب لانساليو سوفي نقعدها شوية بالمدلك هي العاجين اللي ادلكتوها شوية مزيان راها كتكون طايعا كمو كتجيزوينة في الخدمة ما كتعدبكمش هاي شوف كيفاش يعني كنسرحها سوفي تبارها واجدة عندي العاجين سوفي وحنا سالينا ها هي كيف ما كتلاحظو يعني وجدات إلا كنتو غا تخدمو بيها في نفس الوقت ديروها عرفة لتحت في التلاجة ما ديرواش في المجمد وإلا كنتو غا تخدمو بيها تلغد لي حينت هادي مخمارة داروري خاصة المجمد ورا مني كتخرج دغية كده كونجلة الصراحة كتصوب بسرعة هنتو ما شوفي يعني إلا كنتو امتقلين قاعة يعني عشرين دقيقة راها واجدة ها هي كرواسة اللي صيبتها من العاجين المورق اللي صيبت معاكم صراحة كتبا غا ندليكم كيفاش صيبت هاد شكيلات ولكن الفيديو غادي يجي طويل بزاف كنفضل يبقى هاد الفيديو مخاصص غير للعاجين المورق المخمر باش إن شاء الله تكون الاستفادة وتستافدوا منه وتجربوا إن شاء الله هو يعجبكم وكنتمنى كانتمنى تجربوا حينتو وصفة ناجحة مئة بالمئة وكنتشوفوا ساهلة يعني العاجين والتوريق وكل شي ما كيحتاش منك عشرين دقيقة بالكتير صافي وكنتكون واجدة هاي كيفاش كتجير هالصورة كتبية لكم نتمنى تعجبكم هاد طريقة ومسخيتش بكم نتلاقو في فيديو جديد إن شاء الله